اشتركوا في القناة التعريف الاطال المرجعي للامتحال الجهوي الموحد لسنة الاولى من سلك البكالوريا هو بمثابة تعاقد بين لجن اعداد الامتحال الجهوي والاستاذات والاساتدة من جهة وبين التنميدات والتلاميذ من جهة تانية بمعنى تعاقد بين الذين يضعون الامتحال وبينكم اعزاء التلاميذ يقولون لكم اذا وجدتم هذا السؤال بهذه الطريقة عليكم ان تجيبوا بهذه الطريقة واجابتكم اذا كانت ناقصة فيجبوا ان ننقص من النقطة واذا كانت تامة يجبوا ان نضع النقطة نقطة كاملة تانيا الهدف منه اذا لا شك ان الهدف من هذا الاطار المرجعي وتحسين الممارسة تقويمية بتحديد الاهدف تحسين الممارسة تقويمية في كل جهات المغرب وهناك هدف اخر وهو الرفع من مصداقية الامتحال تكون له مصداقية وهناك امر ثالث توحيد الرؤية بين مختلف الليجان المكلفة بوضع الامتحال موحد الجياوي وكذلك توحيد الرؤية بين جميع جهات المغرب ثالثا مجالات اختبار التلاميذ يختبر المترشح في ثلاثة مجالات المجال الرئيس الاول وهو مجال درس النصص وهو على عشر نقاط المجال الرئيس الثاني وهو مجال علوم لغة اربعة نقاط المجال الرئيس الثالث وهو مجال تعبير والانشاء وعلى ست نقاط اما بالنسبة للمجال الرئيس الاول الذي هو درس النصص عشرة نقاط فالسؤال الأول على نقطة الذي هو سؤال عنوان سؤال ثاني على نقطة والذي هو سؤال القضية سؤال ثالث على نقطة وهو الذي هو سؤال شرح فكرة أو قولة سؤال الرابع وهو على نقطتين نقطة لتحديد الحق والمهجامية ونقطة لتحديد العلاقة سؤال خامس على نقطة وهو سؤال تحليل قولة سؤال سادس الذي هو سؤال الأساليب المعتمدة في بناء النص وعرض المضموني على نقطة سؤال سابع تركيب على ثلاث نقاط وسنبدأ بالمجال الرئيس الأول درس النصص الذي هو على عشر نقاط وكما تعرفون أن الامتحال جهوي أول شيء تجده وهو نص الانطلاق نص الانطلاق ويكون مقالة حجاجية للدفاع عن القضية إذن السؤال الثاني تحدد القضية إذن النص يكون حجاجي يدافع عن القضية أو تفسيرية تشرح فكرة النص بمعنى الأسلوب الطاغي هو يوجد حجاج ولكن الأسلوب الطاغي هو التفسير لأنه يريد أن يوضح ويبين وفي كلتا الحالتين يكون تقريريا يكون نصا تقريريا وقد يكون نصا شعريا متميزا بالأسلوب التصويري الأسلوب التصويري بمعنى تقديم الأفكار في قالب صور بلاغية في قالب صور مجازية استعمال مجازة بكترة حتى يصعب فهم النص أما النص التقريري فيتسم باللغة التقريرية المباشرة أي سهولة اللغة وبساطتها والنص ها هو مثل ما تلاحظون مثل مثل نص مفتاح الحدثة أما موضوعه فيكون في أحد محاور المزوئات الأربعة أحد محاور المزوئات الأربعة والتي هي كالتالي المزوئة الأولى وهي مزوئة الخطاب مزوئة الخطاب والتي تتكون منها محور الخطاب الإشهاري محور الخطاب الصحفي محور الخطاب السياسي أما المزوئة الثانية فهي مزوئة قضايا معاصرة وتحتوي على محور الإنسان والتنمية محور الإنسان والتكنولوجيا محور الإنسان ومشاكل الهجرة أما بالنسبة للمزوئة الثالثة في مزوئة مفاهيم وتحتوي المحور الأول الذي هو الحدثة المحور الثاني الذي هو محور التواصل المحور الثالث الذي هو محور الإبداء أما المزوئة الرابعة فهي مزوئة الشعر والقيام وتحتوي محور التضامن ومحور التسامح ومحور الجمال إذن هذه هي المحاور الخاصة بالامتحال الجهوي والتي يجب أن تحفظ هذه العناوين هكذا وتحفظ كذلك المعلومات الخاصة بكل محور وقد يجمع النص بين محورين ويكون مذيلا بسبعة أسئلة سنتناولها بالشرح والتحليل إذن هذه الأسئلة السبعة سنبدأ بالسؤال الأول من الأسئلة السبعة وهو سؤال العنوان قد تجدون في الامتحال الجهوي سؤال التالي يقول حدد دلالة العنوان العنوان موجود ويجب أن نحدد دلالة العنوان فقط هنا يشترط أن نذكر ما نفهمه من العنوان فقط دون قراءة النص لأنك إذا قرأت النص فقد تذكر في دلالة العنوان بعض المعلومات التي لم لا تفهم في العنوان وبالتالي انتبه وأنت تقوم بتحديد دلالة العنوان عليك أن تذكر المعاني التي توجد في العنوان فقط لا أن تذكر بعض المعلومات التي توجد في النص وهي غير مفهومة من العنوان فيعد الجواب خطأ بالنسبة للمصحيح إذن وبالنسبة الإجابة نقول جاء العنوان جملة أو أننا نقول العنوان يدل على ثم نبدأ بتحديد الدلالة إذن هذا نموذج من امتحان جهوي اقرأ العنوان والفقر الأولى وأبين علاقتها بموضوع النص الذي هو نوع آخر من الأسئلة واحد صغير عيي المزوء والمحور الذين ينتمي يندرج في إطارهما النص هذا هو السؤال الذي قلت لكم من أجله أن تحفظوا المزوءات والمحاور لأنه يمكن أن تجدون حدد المزوء والمحور وبالتالي عليكم أن تحفظوا جميع المزوءات والمحاور المقررة بالنسبة إليكم قد تجدون في الامتحان جهوي اقترح عنوانا مناسبا للنص بمعنى أن النص هو بدون عنوان وأنت يجب أن تقترح عنوانا مناسبا للنص أول شيء تقرأ وتحدد نوع المحور الذي كتب فيه هذا النص عرفت المحور تحاول أن تبحث في نهاية النص عن القضية لكي تعرف قضية النص ومن تلك القضية تأخذ كلمة على كلمة المزوءة تصوغ العنوان في كلمة أو كلمتين ويجب أن يكون العنوان مخصص لا يجب أن يكون بصفة عامة مثلا عنوان نص الإشهار والإشهار يتحدث عن سلطة الإشهار لا قل سلطة الإشهار خصص العنوان سلطة الإشهار إذن يحدد له العنوان أو يحدد العنوان في كلمة أو كلمتين فقط ما أمكن سؤال آخر أو نوع آخر من الأسئلة جيم يقول افترض موضوع النص أو المزوءة أو المحور أو قضية النص انطراقا من مؤشرة دلة مؤشرة الدلة وهي العنوان المصدر صورة إن وجدت بداية النص أو نهايته هذه المشيرات الدلة ونحن نحاول مثلا أن نحدد موضوع النص من خلال هذه المشيرات علينا أن نذكرها يعني نقول من خلال العنوان الذي هو كذا ومصدر نص الذي يحتوي على جملة كذا والجملة الأولى من النص التي تتحدث عن كذا أفترض أن موضوع النص سيكون هو كذا بمعنى الأشياء التي عملت بها لكي تحدد موضوع النص يجب هي كذلك أن تذكر وكذلك الشأن بالنسبة للمزوءة يطلب منك أن تحدد مزوءة النص والمحور انطلاقا من مؤشرة دلة تذكر كذلك تلك المؤشرة الدلة ومنها تستنتج مزوءة والمحور الذي ينتمي إليه النص يشترط في الإجابة عن هذا السؤال ذكر المشيرات دلة على ما توصلت إليه دلة على ما توصلت إليه ويمكن أن تجد في الامتحى الجهوي حدد علاقة العنوان بأحد فقارات النص نحدد علاقة العنوان بأحد فقارات النص الفقارة الأولى التانية الأخيرة أو موضوع النص أو قضية النص وهنا ماذا يجب علينا أن نفعل في الإجابة علينا أن نحدد دلالة العنوان ونحدد مضمون تلك الفقارة ثم نذكر العلاقة بينهما والعلاقة التي تكون بينهما هي علاقة الترابط في الغالب علاقة الترابط في الغالب لأن الفقارة تشرح وتفسر العنوان بمعنى علاقة الترابط تشرح وتفسر بمعنى أن الفقارة تشرح وتفسر العنوان هذا إذا انطلقت من الفقارة إلى العنوان تقول علاقة الترابط تشرح وتفسر وهناك شيء آخر وهو أن تقول علاقة طرابط جواب على السؤال في العنوان إذا كان العنوان عبارة عن سؤال تقول علاقة طرابط إجابة على السؤال في العنوان وقد يكون العنوان مضمون وهو ضد مضمون تلك الفقرة وتقول العلاقة الحين إذن هي علاقة تضاد أما بالنسبة للعلاقة الأخرى وهي علاقة اختزال إذن قلت لكم إذا انطلقت من الفقرة إلى العنوان هي علاقة طرابط شرح وتبسير أما إذا انطلقت من العنوان إلى الفقرة فالعنوان يختزل الأفكار التي توجد في تلك الفقرة وبالتالي فالعلاقة بينهما هي علاقة اختزال وأعيدها مرة أخرى عليك أن تذكر دلالة العنوان وتذكر مضمون الفقرة ثم تقول أن العنوان يختزل أفكار النص أو تقول أن تلك الفقرة هي تشرح وتفسر العنوان مثال حدد علاقة العنوان بالفقرة الأولى من النص فيكون الجواب جاء العنوان كلمة واحدة الإشهار ويدل على شكل تواصل جديد بين صاحب منتوج ومستهلك له في حين أن الفقرة الأولى تشرح مصطلح الإشهار وبالتالي فالعلاقة بينهما هي علاقة طرابط لأن الفقرة تشرح وتفسر العنوان أو تقول جاء العنوان أو تقول العنوان الإشهار يدل على شكل تواصلي أو تقول العنوان الذي هو الإشهار العنوان هو الإشهار والفقرة الأولى تتحدث عن كذا وبالتالي فتلك الفقرة تشرح وتفسر العنوان أو تقول أن العنوان يختزل أفكار الفقرة وبالتالي فأي علاقة اختزان يشترط في الإجابة عن هذا السؤال ذكر المشيرات الدالة على ما توصلت إليه مشيرات الدالة بمعنى أن تذكر العنوان أو دلالة العنوان إن كان العنوان فيه شيء من الصعوبة في الفهم وتذكر مضمون تلك الفقرة ثم تستنتج العلاقة التي توجد بينهما السؤال الثاني من الأسئلة السبعة الذي هو سؤال القضية ألف قد يكون سؤال مباشر السؤال الثاني قد يكون سؤالا مباشرا مثلا بيّن من خلال النص الظاهرة العامة التي رصدتها المنظمات الدولية أو الفئة التي ينبغي أن تحضر بالأولوية في البرامج الإنمائية إذن هذا هو نوع الأول من الأسئلة في هذا السؤال الثاني سؤال مباشر با تحديد القضية أو القضايا المطروحة في النص الذي يذكر في الغالب في كثير من الامتحانات الجاوية نجد حدد قضية النص والقضية وهي الفكرة التي يدافع عنها الكاتب وفي الغالب ما تكون في الخاتمة عبارة عن رأي شخصي بمعنى أن الكاتب يدافع عن فكرة ما يريد أن يوصل فكرة ما هو صحيح إذا أردت أن تذكر فكرة النص بصفة عامة لكن عليك أن تذكر الفكرة التي يدافع عنها الكاتب إن وجدت لأن هناك بعض النصص التي لا توجد فيها قضية النص الكاتب لا يذكر القضية التي يدافع عنها لا بصفة مباشرة مذكورة يقولها ولا بصفة غير مباشرة يلمح إليها ولكن نجد أن النص ليست فيه أي قضية وبالتالي ففكرته بصفة عامة هي القضية الخاصة به وختاما فأنا أرى أنه من الأكيد إذن هنا لدينا تطبيق تطبيق يقول خاتمة تقول وختاما فأنا أرى إذن خاتمة نص تقول وختاما فأنا أرى أنه من الأكيد أن التواصل الفعال والقوي والمستمر هو التواصل القائم على التخطيط أي رسم الهدف سواء في حياتنا العادية أم العملية إذا نحن أردنا بالفعل إحداث التأثير مأمول في المتلقي لحمله على التفاعل معنا وتقدير خطابنا الموجع إليه إذن بدأت هذه الفقرة في الكتابة بلون مغايل وختاما فأنا أرى بمعنى الرأي الشخصي بمعنى بعد أن تحدث الكاتب عن التواصل قال في النهاية أن الإنسان يجب عليه أن يخطط في تواصله حتى يكون هناك هناك تواصل قوي وفعال وصحيح وبالتالي فقضية هذا النص الذي خاتمته هي التي كتبتها لكم قضيته هي التي يعالج النص هي ضرورة التخطيط لتحقيق تواصل فعال ومستمر في بعض النصوص قد لا تجد قضية محورية فيطلب منك تحديد فكرة النص الأساسية وعندما نقول فكرة النص الأساسية فكرة النص الأساسية أو فكرة النص المحورية أو قضية النص كلها أسئلة دات معنى واحد السؤال الثالث وصلنا إلى السؤال الثالث من الأسئلة السبعة وهو السؤال شرح فكرة أو شرح قوله وهذا نموذج اشرح قول الكاتب الحادثة ليست هي تقليد الغير في قوله وفعله وإنما الاتين بما يضاهي ما عند الغير إنتاجا وإبداعا إذن هكذا تجدون في الامتحال جهوي والجواب يكون كالتالي يقصد الكاتب بقوله وتكتبوا القولة إذا أعطوكم ورقة حرير أما إذا كانت الورقة التي فيها الأسئلة هي التي يجب أن تجيبوا فيها هنا تذكروا دلالة مباشرة وتقولوا يقصد الكاتب بقوله أنه ثم تذكروا الدلالة وشرح قولة نذكر المعنى الظاهر فقط نذكر المعنى الظاهر من القولة لكن بأسلوبنا الخاص بأسلوبنا الشخصي وبهذا نكون قد وصلنا إلى السؤال الرابع من الأسئلة السبعة وهو سؤال معجم وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الألفاظ والعبارات الألفاظ والتي هي الكلمات العبارات التي هي الجمل أما المعجم إذا قالوا لكم استخرج المعجم أو يستخرج الحقل أو يستخرج المشهيرات فهي الألفاظ والعبارات إذن يقصد بهذه كلها الألفاظ والعبارات المعجم والحقل والمشهيرات هي الألفاظ والعبارات إذن السؤال قد تجدوه يقول استخرج من النص أربعة ألفاظ إذن أربعة ألفاظ هنا حددوا أربعة ألفاظ دال على حق الإنسان وأخرى دال على حق التنمية ثم بي العلاقة بين الحقلين إذن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر أربعة ألفاظ أربعة كلمات فقط الجمل لا العبارة لا الكلمات فقط لا ألفاظ ثم نحدد إذن أربعة ألفاظ لكل حقل ثم نحدد العلاقة الموجودة بين الحقلين مثلا الإنسان أحدد أربعة ألفاظ التنمية أحدد أربعة ألفاظ إذا لم يحددوا عدد الألفاظ أو العبارات نستخرج من ستة إلى تمانية ألفاظ وإذا حددوا نحترم ما طلب منا وإذا لم يحددوا نستخرج من ستة ألفاظ في كل خانة إلى تمانية ألفاظ في كل خانة ستة ستة أو سبعة سبعة أو تمانية تمانية أما بالنسبة للعلاقة بين الحقلين فهذه هي العلاقة علاقة التفاعل يتفعلا فيما بينهما أو ترابط وتكامل هنا ترابط وتكامل تعني كذلك تفاعل يتفاعل فيما بينهما أو علاقة جدلية علاقة جدلية بمعنى تأثر وتأثر الحقل الأول يؤثر في الثاني ويتأثر به أو علاقة التفاعل مثل الإنسان والتنمية فالإنسان هو الذي يصنع التنمية وهي تسهل عيشه وبالتالي فهي تؤثر فيه علاقة التكامل علاقة التكامل بمعنى تأثر من جانب واحد فقط الحقل الأول فقط هو الذي يؤثر في الثاني أو الثاني هو فقط الذي يؤثر في الثاني أو أنه توجد ثلاثة حقل معجمية وهناك علاقة بين اثنان منها والآخر ليس بينه وبينهم علاقة وبالتالي هي علاقة التكامل بين الحقل مثل الإشهار والهجرة الإشهار يشجع الناس من ناحية إشهار سياحة في منطقة ما يشجع الناس إلى الهجرة إلى تلك البلاد ولكن الهجرة لا تؤثر في الإشهار علاقة جزء من كل بمعنى أن أسباب الهجرة هي جزء من موضوع كل الذي هو الهجرة علاقة سببية سبب الهجرة غير شرعية سببها المعاناة بمعنى الحقل الأول الذي هو الهجرة غير شرعية قد تسبب في الحقل الثاني الذي هو المعاناة علاقة تضاد هذه سهلة علاقة تضاد وتنافر وتعارض تواصل إيجابي تواصل سلبي با استخرج من النص الحقل الدل على الهجرة والآخر الدل على التنمية ثم حدد الحقل طاغي وسبب طغيانه إذن هنا الطاغي إذا قالوا لكم ثم حدد الحقل طاغي يجب أن تستخرجوا كل ألفاظ والعبارة كل ألفاظ والعبارة حتى تحددوا الحقل طاغي مثل الإنسان كل ألفاظ والعبارة التنمية كل ألفاظ والعبارة نستخرج كل ألفاظ والعبارة الدل على الحقل لكن لكي نحدد منطغا على الآخر أما سبب طغيان حقل على آخر فإما لأن قضية الكاتب هي أحدهما أو أنه هو محور الذي ينتمي إليه النص سؤال خامس من الأسئلة السبعة وهو سؤال تحليل قولة والفرق بين تحليل قولة وشرح قولة وهو أن الشرح نذكر ما فهمناه بأسلوبنا الخاص أما بالنسبة لي تحليل فنأتي بأفكار من عندنا نزيد في تحليل في شرح وتحليل تلك القولة إذا السؤال يقول حلل قول الكاتب حلل قول الكاتب والجواب يكون يقصد الكاتب بقوله وإذا أعطوكم الورقة التي فيها الأسئلة الامتحان هي التي يجب أن تجيب فيها لا داعي لكتابة القول فأتكتبون فقط يقصد الكاتب بقوله أن ثم نذكر المعنى الظاهر من تلك القولة ما فهمناه بأسلوبنا الخاص ثم ثلاثة أفكار جزئية لهم ثلاثة أفكار جزئية له من عندك من رصيدك دون أن تخرج عن موضوع تلك القولة فإن كانت القولة تتكون من أكثر من فكرة واحدة فنحل الواحدة والأخرى في فقرة واحدة في فقرة واحدة نأتي إلى الفكرة الأولى نذكرها بمعنى بأسلوبنا الخاص ونأتي بفكرتين لنشرح تلك الفكرة جيدا ونحل تلك الفكرة جيدا ثم ننتقل إلى الفكرة الأخرى هذه إن كانت القولة متعددة الأفكار السؤال السادس من الأسئلة السبعة وهو السؤال الأساليب المعتمدة في بناء النص وعرض مضمونه وهذا هو نموذج سادسا أبرز الأساليب الحجاجية المعتمدة في بناء النص وعرض مضمونه الآن سنقوم بتحديد الأساليب الموجودة في هذا السؤال جميع الأساليب وهناك النوى الأول من الأساليب هي أساليب تصميم أساليب تصميم وظيفتها خلق نصمون ساجم الأفكار ومنظم الوظيفة وهو خلق نصمون ساجم الأفكار ومنظم الاستساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس نهاية النص وهناك أسلوب آخر من أساليب التصميم وهو الأسلوب الاستدلالي احفظوا هذه الجملة الأسلوب الاستدلالي وهو الاستقراء والاستنبط الاستنبط هو الانتقال بالأفكار من العام إلى الخاص نبدأ النص بفكرة بصفة عامة ثم يختم الكاتب نصه بفكرة بصفة خاصة اللي هو الرأي الشخصي كأن تتحدث عن الهجرة بصفة عامة في بداية النص ثم تختمه بدعوة المسؤولين إلى توفير ما يحتاجه الشباب لكي لا يفكروا في الهجرة أما الاستقراء فهو عكس الاستنبط وهو الانتقال بالأفكار من الخاص إلى العام أما الوظيفة فهي التدرج بالقارئ بالأفكار متناسقة والمنسجمة بهدف الفهم للاقتناع في نهاية نص بالقضية المطروحة جيم بمعنى أسلوب آخر من أسلوب تصميم الروابط الحجاجية الروابط الحجاجية وظيفتها خلق ترابط منسجين بين الأفكار وبين الفقارات والبرهنة عليها على الأفكار هذه هي الروابط الحجاجية بل للإضراب نجحت بل تفوقت لكن للاستدراك حضر الحصة مبكرا لكنه نسي كتابه أو للتخيير شاهدت فيلما أو مصرحية أما للتفصيل النثر يكون تقريريا أما الشعر فهو تصويري أي التفسير الشعر تصويري أي تعبير على الأفكار في قالب صور بلاغية إذن للاستنتاج أنا أختم أبناء وطني إذن أنا موجود لم ولم وكي لم ولم وكي للتعليل مثلا اجتهد لتنجح إلا غير بيدة هذه أدوات الاستثناء الكل ناجح إلا حتى هي للغاية اجتهد في دراسته اجتهد في دراسته حتى نجح الفاء السببية حفظ دروسه فنجح ثانية الحجج والبراهين إذن نوع آخر من أنواع الأساليب بعد أن رأينا أساليب تصميم هناك أساليب أخرى التي هي الحجج والبراهين ونبدأ بالحجة الأولى التي هي حجج نصية نقلية نصية بمعنى أننا نجدها في نصوص كتب نقلية بمعنى أننا أخذناها ونقلناها من تلك الكتب مأخذها من كتب القانون مثلا مدونة السين مدونة الأسرة نسب مئوية إحصاءات القرآن سنة كتب فلاسفة وفكرين إلى غير ذلك من مصادر التي نأخذ منها المعلومة باء شجج عقلية منطقية بمعنى بواسطة العقل والمنطق نحاول إقناع الشخص ستواجه مثلا الجملة مثلا ستواجه مشاكل في الديار الغربية إذن هذا الشخص أريد أن أقرعه بأن لا يهاجر وأقول له ستواجه مشاكل في الديار الغربية لأنك لا تجيد لغتهم إذن لأنك لا تجيد لغتهم إذن لا يجب عليك أن تهاجر لأنك ستجد مشاكل كثيرة نوع آخر من الحجر والبراهن ويحجج واقعية من الواقع الذي نعيشه الآن ونجده في النص في النص يقول الكاتب في عصرنا الحالي وهذا ما نشاهده في دولة كذا أما النوع الآخر من الحجر والبراهن التي هي حجج تاريخية في العصر العباسي في القرني في العصر الأموي في الجاهي عصر الأنوار والفرق بين الحجج تاريخية والواقعية أن الواقعية تحدث الآن في واقعنا الذين نعيشه الآن أما التاريخية فقد وقعت في حقبة مضت والوظيفة هي تأكيد الأفكار بهدف الإقناع بالتأكيد هو تأكيد الأفكار بهدف الإقناع هناك نوع آخر من الأساليب النوع الثالث وهو أساليب الجمل أساليب الجمل والذي هدف هو خلق تناغم وانتجام بين الأفكار فمثلا الإضراب بل الأدتية بل الجملة نجحت بل تفوقت توكيد أسلوب توكيد أو تأكيد يكون مع إن وأن إن الإنسان اجتماعي بطبيعي أسلوب السرد والوصف أسلوب السرد يكون مع أفعال السرد وأسلوب الوصف يكون مع أسماء مع الأسماء أسماء الوصف نعت الوصف إلى غير ذلك جاء إذن أفعال السرد جاء في تقرير جمعية 200 جاء رأيت ذهبت هذا يهي هذا هو أسلوب السرد أما أسلوب الوصف الذي يكون في الأسماء مثلا عظيمة وجليلة ترتقي بالبلاد إلى غير ذلك من كلمة التي تصف وتنعت الكلمة الأخرى أسلوب تعليل وأسلوب المقارنة أسلوب تعليل مثل ما سبق وقلنا يكون مع اللام أو لكي أما أسلوب المقارنة فيكون مع أدوات أو كلمات المقارنة أحسن أفضل إلى غير ذلك أكثر إذن مثال أسلوب تعليل اجتهد لتنجح مثال أسلوب المقارنة تحديد أوجه التشابه أو الاختلاف إذن نستعمل تلك الألفاظ المقارنة لتحديد أوجه التشابه أو الاختلاف أسلوب آخر من أسلوب الجمل وهو التعريف التعريف هو هي المهم أن التعريف يكون مع المصطلحات مثلا المصطلح الشعر الشعر كلام موزون ومقفدال على المعنى يكون مع المصطلحات الإشهار سياسة صحافة تنمية تكنولوجيا يكون مع الكلمات أما الشرح والتفسير فهو يكون في الجمل في المعاني معاني الجمل وقد نجده في الأدوات مع الأدوات هو هي أي المهم أنه يكون في المعاني معاني الجمل الشعر التصويري أي التعبير عن الأفكار في قعلة بصور بلاغية أما بالنسبة للحجج اللغوية فهي تنقسم إلى قسمه النوع الأول حجج اللغوية التي هي الجمل الخبرية الجمل الخبرية هي التي يحتمل نضمونها الصدق أو الكذب إذن وتنقسم إلى ثلاث أنواع خبر ابتدائي ابتداء محمد جاء والخبر الابتدائي لا يكون في أي توكيد أما الخبر طلبي فالشخص شك لذلك نضيف توكيد واحد في الجملة فنقول إن محمدا جاء أما الإنكار الشخص ينكر ويجحد المعلومة فنأتي في الجملة بمؤكدين أو أكثر مثل جملة والله إن محمدا لا جاء وأدوات توكيد عندنا في هذه الجملة هي والله القسم إن الذي هو أسلوب توكيد أو التأكيد لا جاء لم لزيادة التأكيد كذلك أما النوع الثاني من الحجج اللغوية التي هي الجملة الإنشائية والتي لا يحتمل مضمونها الصدق أو الكذب وتكون مع الاستفاة من الأمر النهي النداء المدح الدم تعجب القسم تمني أما الأسلوب التقريري الأسلوب التقريري فهو تقديم معلومات دون إبداء الرأي الشخصي مثلا يقدمون شموعة من المعلومات التنمية هي التطور بنسبة 80% بدأت في دول مثلا هذه معلومة معلومة تدخل في الأسلوب التقريري أما الأسلوب إذا طرح لكم في الامتحال الجهاوي حدد الأسلوب التقريري المباشر المعتمد في النص أو يقولون حدد لغة تقريرية المعتمد في النص فهذا شيء آخر وهنا يقصد ماذا إذا قيل لكم الأسلوب التقريري المباشر أو اللغة التقريرية المباشر هنا يقصد به بساطة اللغة وسهولتها بساطة اللغة وسهولتها وهذا هو عكس الأسلوب التصويري الأسلوب التصويري وهو صعوبة اللغة الأسلوب التصويري الفكرة في قلب صور بلاغية شعرية مجازية مثلا أنت بدر حسنا وشمس علوا وحساما وحسام حزما وبحر نوالا بمعنى عطاء هنا نجد استعمال الاستعارة لذلك فالجملة تكون فيها شيء من الصعوبة صعبة الفهم هذا هو الأسلوب التصويري لدينا كذلك إنما للحصر إنما يخشى الله من عبادي العلماء لكن للاستدراك حضر الحصة مبكرة لكنه نسي كتابه أسلوب تخير معه شاهدت فيلما أو شاهدت فيلما أم مصرحية أسلوب تفصير النترو يكون تقريريا أما الشعر فهو تصويري أسلوب تفصير شعر صويري أي التعبير عن الأفكار فقالة بصور بلاغية الاستنتاج أنا أختم أبناء وطني إذن أنا موجود التعليل اجدهد لتنجح الاستنتاج الاستثناء إلا غير بيضا الكل نجح إلا غاية حتى اجدهد في دراسته اجدهد في دراسته حتى نجح الفا سبب يحفظ دروسه فا نجح بقيت الإشارة إلى أن السؤال إذا طرح بهذا الشكل والذي هو استخرج من النص جملتين الأولى للتعريف والتانية للأسلوب تقريري بمعنى أنهم قد حددوا قد فرضوا عليكم فنحن نلتزم بالمطلوب فقط دون زيادة أو نقصات أما إذا كان السؤال استخرج يعني بصفة عامة استخرج الأساليب المعتمدة في بناء النص وعرض مضمونه هنا نذكر ثلاث أشياء نحدد الأسلوب للسدلال أو للصنبط أو للسقراء ثم نحدد الحجج والبراهين حجة أو حجتين وأربعة أساليب جمل أربعة أساليب جمل ثم نضيف كذلك الروابط الحجاجية الروابط الحجاجية أما السؤال السابع من الأسئلة السبعة فهو للتركيب إذا وجدتم في الامتحان الجهوي إذا وجدتم في الامتحان الجهوي لخص مضمون نص مبدين رأيك في قضيته هنا نذكر أمرين نلخص أفكار نص حسب ترتيبها ثم نذكر الرأي شخصي في النص أما إذا وجدتم في الامتحان ناقش قضية النص مبدين رأيك فيها هنا نذكر أربعة أشياء ناقش قضية النص نذكر أربعة أشياء نحدد قضية النص ونذكر فكرة مؤيدة وفكرة أو فكرتين مؤيدتين وفكرتين معارضتين ثم الرأي الشخصي أربعة أشياء القضية فكرتين مؤيدتين فكرتين معارضتين الرأي الشخصي في حين إذا وجدتم إذن طرح قضية النص فكرة مؤيدة فكرة معارضة الرأي الشخصي أما إذا وجدتم ركب ما تم التواصل إليه أو يقال لكم نتيجة حللك في فقرة منسجمة هنا تذكر خمسة أشياء إذن أول شيء نلخص مضمو النص ثاني شيء نحدد قضية النص ثالث شيء المعجب الذي سبق وحددناه مع تحديد مع تقديم كذلك العلاقة بينهما رابع شيء وهو الأساليب المتوصل إليها فقط التي توصلت إليها لا تذكر أسلوب آخر إلا التي توصلت إليها وإذا كان السؤال السادس ليست فيه أساليب لا تذكر في هذه الفقرة الأساليب وخامس شيء وهو الرأي الشخصي خامس شيء وهو الرأي الشخصي القضية إذا لم تتوصل إليها في السؤال الثاني السؤال الثاني كان مثلا سؤال مباشر ليست فيه قضية أن تحر ممكن أن تذكر قضية النص على اعتبار أنها تدخل في أفكار وتلخص أفكار النص وممكن أن لا تذكرها وتقول في النهاية وختم نصه بفكرة كذا إذا هذا مثال لامتحال جهوي والذي عنوانه التواصل في مجتمعنا المعاصر ولدينا مثل ما تلاحظون أسئلة وأجوبة السؤال الأول يقول حدد مكونات العنوان ودلالته بين علاقته بالفقرة الثانية إذا الجواب حتى نؤكد ما سبق وقلناه إذا الجواب يقول يتكون العنوان من كلمة التواصل بمعنى بدأوا يقومون بتحديد كل كلمة من كلمات العنوان مع ذكر دلالتها يتكون العنوان من كلمة التواصل وتعني ربط العلاقة مع الآخر بواسطة اللغة وغيرها والتركيب الحرفي في مجتمعنا المعاصر إذا انتقلوا إلى تتمة العنوان في مجتمعنا المعاصر الذي يحيل على زمننا لذلك فالعنوان يحي إذا هنا جمعوا العنوان ككل دلالة العنوان ككل لذلك فالعنوان يحي بالحديث عن واقع التواصل اليوم أما علاقة العنوان ببداية الفقرة الثانية فتتمثل في إقرارها إذا هنا يذكرون دلالة الفقرة الثانية إقرارها بسوء التواصل في عصرنا وبالتالي فإنها تكمل دلالته بمعنى علاقة ترابط شرح وتفسير سؤال تاني الذي ولخص القضية التي يطرحها نصف فقرة لا تتجاوز لا تتأثر ومن الأكيد أن التواصل الفعال إذا الخاتمة تقول ومن الأكيد أن التواصل الفعال والقوي والمستمر هو التواصل القائم على التخطيط أي رسم الهدف سواء في حياتنا العادية أم العملية إذا نحن أردنا بالفعل إحدى التأثير المأمول في المتلقي لحمله على التفاعل معنا وتقدر خطابنا الموجه إليه هذه هي الخاتمة والتي نجد أنه في الآخر يقول الكاتب ومن الأكيد أن التواصل الفعال والقاوي والمستمر هو هو بمعنى أنه سيدكر لنا الفكرة الخاصة به ونجد في الجواب سؤال تاني يبدأ الكاتب لأن هنا طلبوا منا أن نحدد قضية نصف فقرة يذكره وجدنا الصحيح فيه أفكار نص ثم القضية في النهاية إذن الجواب يبدأ الكاتب بالإشارة إلى أهمية التواصل في حياتنا ثم ينتقل إلى المشاركة التي تعتري إلى المشاكل التي تعتري هذا المفهوم ومزاولته في زمان المعاصر أما الفكرة الأساس هنا المقصود بالفكرة الأساس بمعنى قضية النص أما الفكرة الأساس أما القضية الأساس في النص فهي الاهتمام الكبير الذي يحظى به التواصل من لدى المهتمين وربط هذا المفهوم بالتخطيط إذن تخطيط لإحداث تأثير في المتلقي سؤال ثالث إشرح قول الكاتب من الأكيد أن التواصل الفعال والقول المص هو التواصل القائم على تخطيط أي رسم الهدف إذن هذه قولة قاموا بشرحها بأسلوبهم الخاص التواصل علاقة يقيمها طرفا أو أكثر ويتوسلان فيها بعلامات لغوية أو إشارات غير لغوية وذلك بغية تحقيق مآربهم مآربة مختلفة وكي تنجح عملية التواصل لابد أن ترتبط بالتخطيط الذي يستند إلى تحديد الأهداف والمصارات والأخلاقيات أما إذا عدمت هذه العناصر فإن التواصل لن يصل إلى أهدافه سؤال الرابع أجرد في جدول من عمودين الألفاظ الدال على مظاهر تواصل سليم ومظاهر تواصل غير سليم ثم قارن بينهما على مستوى النتائج مقارنة إذن جدول ألفاظ مظاهر تواصل سليم صيغة للتفاهم هنا هناك خطأ لأنه وضعه جمل ولكن الأفضل وهو أن نضع كلمات كلمات في هذا الحق وكلمات في هذا الحق أما المقارنة الحقلان متضادا الحقلان متضادا لماذا؟ فالتواصل السليم يؤدي إلى التفاهم بخلاف التواصل غير سليم بمعنى أنهم شرحوا هذه العلاقة التي توجد بين الحقلين وأنتم كذلك كل علاقة ذكرتمها يجب أن تحددوا أن تعللوا تعللوا لماذا استنتجتم أو توصلتم إلى تلك العلاقة سؤال خامس هو سؤال مباشر سننتقل إلى السؤال السادس يوظف الكاتب أسلوب الشرح والتفسير يستدل من النص بمثال إلا هو بين الوظيفة إذن من أمثلة الشرح والتفسير الواردة في النص قول الكاتب إنه بصغة أخرى وقوله ففي السابق مثلا كانت شركات إذن أنتم أعزائي تلميز أكتبوا الجملة ككل لا تضعوا ثلاثة نقطة أو إلى آخر لا أكتبوا الجملة بأكملها اختاروا جملة شرح والتفسير صغيرة إذن هنا قدموا جملتين أما وظيفة ذلك بمعنى وظيفة التفسير شرح والتفسير وظيفته هي الإبانة والإقناع الإبانة بمعنى توضيح الأفكار بهذا في مدى الإقناع وصلنا إلى السؤال السابع لخص النتائج التي توصلت إليها والتي قلت لكم فيها خمسة أمور تلخص أفكار النص القضية لأساليب الرأي المعجم لأساليب الرأي الشخصي إذن سنرى هل هذه الأساليب كلها ذكرت في هذا في هذا التركيب إذن يبرز الكاتب في نصه أهمية التواصل في حياة الإنسان والمعيقات التي تعتني هذه القيمة في واقعنا المعيش ثم يشير إلى أن أساس تواصل الفعال هو التخطيط القائمة على تحديد الأهداف الرامية إلى تحقيق تأتي المأمول إذن ذكر بعجال أفكار النص وقضية النص الذي هو التخطيط وقد توسم الكاتب في عرض هذه القضايا بحقلين دلاليين هما حق التواصل السليم وحق التواصل غير السليم اللذان يتضادان بالنظر إلى أن الأول يفضي إلى التفاهم بينما لا يفضي إلى ذلك الثاني كما اعتمد في توضيح أفكاره على أسلوب الشرح والتفسير إذن ذكر فقط أسلوب الشرح والتفسير لأنه توصل إليه لم نذكر شيء آخر معتمدا تراكب وألفاظ مثلا بصغة أخرى مثلا بغية الإيبانة والإقناع من جهة المشاكل التي تعتري التواصل إذن هذا الرأي الشخصي من جهة المشاكل التي تعتري التواصل فهي معقدة ومركبة تتدخل فيها السياسة واختلاف التقافة داخل البلد الواحد وبين البلدان أما من جهة التخطيط للتواصل فإنه لا يرتبط بجميع الحالات بل إننا نحتاج في كثير من الأوقات إلى تواصل تلقائي يقوي طبيعتنا الاجتماعية فقط إذن هنا الرأي الشخصي الذي طرح وهو أنه يقول هناك بعض الحالات يجب التخطيط وهناك حالات يجب أن يكون التواصل تلقائي وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس دمتم في رعاية الله وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة